كابتن فاروق وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان من هنا من ملعب الفرع الاستاذ المنزب بالعاصمة تونس واللي طبعا بيوجر في هذه اللحظات موران النادي الاهلي اليوم واللي ابتدى بالتحديد منذ حوالي نصف ساعة اكيد موران كان مهم جدا النهاردة بالنسبة اللعابي النادي الاهلي في اطار الاستعداد للمبراءة المجبلة بالتحديد امام فريق النجم السحلي في زهاب دور نصف النهائي من طول الدوري ابطال افريكا الاستعداد اكيد قوية من قبل الجهاز الفني من اللعابين كلهم جاهزين بشكل كبير جدا ان شاء الله المبراء يمكن النهاردة الخبر الجايد هو مشاركة ساعة سامير في تدريبات الجماعية حتى الان يمكن الموران لسه مخلص لسه هنشوف مع نهاية الموران التقسيمة هيكون شارك فيها ساعة سامير ولا لا لكن الواضح انه هو بحالة بدنية طبعا جيدة والمواضح انه في استجابة للعلاج بتحديد في العضلة الضمة بنسبة لساعة سامير واكيد هو يعني بنسبة كبيرة خلاص اصبح جاهز ان هو يشارك في المبراءة المجبلة على حسب الرؤية الفنية لكابتن حسام البدري في معادي ذلك طبعا الامور ماشي بشكل جيد جدا في التدريبات في بعض التدريبات البدنية بعض التدريبات القرى وايضا هيكون في بعض التدريبات التكتيكية من كابتن حسام البدري خصوصا ان احنا خلاص بدأنا العد التنازلي للمبراءة المجبلة امام فريق النجم الساحلي واللي هي اكيد ان شاء الله خطوة مهمة جدا بالنسبة لنادي الاهلي ان هو يواصل مشواره في بطولة دوري ابطال افريقيا ان شاء الله مبراءة الذهاب النادي الاهلي يقدر يحق فيها نتيجة جيدة ان شاء الله ايضا مبراءة العودة او مجموع المبراءاتين بشكل عام يقدر منتلاله والنادي الاهلي يتأهل للدور النهائي وعودة هذه البطولة ان شاء الله للنادي الاهلي من جديد لكن خلينا اقولك سريعا برنامج الفريق النهاردة بقيت اليوم النهاردة بعد ما يخلص طبعا المران هيتحركوا ليه فندق الاقامة بعد الوصول لفندق الاقامة هيكون فيه وكبة العشة بعدها مباشرة هتكون اولى محاضرات الكابتن حسام البدري طبعا للعابين في اطار الاستعداد لهذه المبراءة امام فريق النجم الساحلي كابتن حسام البدري اصبح لديه الان عدد كبير من الفيديوهات طبعا الخاصة بفريق النجم الساحلي وعدد كبير من اللقطات الخاصة بهذا الفريق بالتحديد في اخر مباريتين امام فريق اهل ترابلس اللي تأهل من خلالهم للدور النصف النهائي وايضا بعض المباريات في بطولة الدوري التونسي بالتالي كابتن حسام البدري واللعابين هيتفرجوا على بعض اللقطات لهذا الفريق ومن سم تحديد نقاط القوة الضعف بالنسبة لفريق النجم الساحلي لكن بشكل عام بكرة ايضا هيكون في مران للنادي الاهلي في تمام الساعة 6 مساء وهيكون بالتحديد على ملعب الجامعة اللي هو طبعا الملعب الخاص بالتحاد التونسي واللي هو اول مران للنادي الاهلي هنا في تونس كان على هذا الملعب ان شاء الله هيكون في تمام الساعة 6 مساء بعد بكرة ان شاء الله كان من مكرر النادي الاهلي يتحرك صباح الخميس لمدينة سوسة لكن تم تأجيل التحرك لما بعد المران اللي هيكون في تمام الساعة 4 بتحديد ايضا في استاد او ملعب الجامعة الجامعة وهو أيضا نفس الملعب إن شاء الله حتمرنا عنيه النادي الأهلي غدا بشكل عام نتمنى كل التوفيق بالنسبة للإنجاز الفني والعامين إن شاء الله يقدروا يحققوا الهدف المرج ومنهم أكدوا هو التأهل لدور النهائي إن شاء الله يكون أول خطوة أمام فريق النجم السحلي يكون نتيجة جيدة نتيجة مريحة بالنسبة لنادي الأهلي عشان مباراة العودة إن شاء الله في الأسكندرين عودة لك شكرا